كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنح واحتراف العملات الرقمية تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الدسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل أسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي بأكثر من كذا تحديث على القناة أما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها أكبر من 6000 يورو أو عملات بدون ما يكون عندك USDT تقدر أنك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الدسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس أب وتستفيد من الانضمام في إدارة المحافظة الVIP عن بعد بدون الوصول لرأس المالك أو دون الوصول إلى عملاتك أو أي أكسز على أي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهامة والإدارة المباشرة اللي بنتبعها معاك أول بأول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة شيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفصل ورجعنا لكم من جديد وبالطبع الحلقة دي أهم حاجة مهمة لأي مستثمر في السوق في السوق الرملة الرقمية سواء إذا كان مستثمر جديد مستثمر قديم وهتكون حلقة سريعة جدا ومختصرة فهنقدر نقول زي ما متعودين احنا عندنا 12281 عملة رقمية موجودة حاليا حجم التعاملات ب2 تريليون 102 مليار 285 مليون التعاملات اليومية ب91 مليار 867 مليون الاستحواز على البيتكوين 42.6 والإيسيريام 18.6 زي ما احنا مفيش حاجة عندنا اتغيرت في الاستحواز الخاص بالبيتكوين والإيسيريام الا ان احنا عندنا بعض النتاج والإحداثيات اللي حصلت جديدة في السوق ولازم نبقى على تطرق بيها بشكل سريع المهاردة الحلقة هتكون سريعة على عملتين عملة البيتكوين وعملة الإيسيريام وان يكون عندك معلومات مهمة جدا تبقى قادر انك تحافظ عليها وتفتكرها وعايزين نقول انك لو انت مستثمر في المجال ده الحلقة دي هتكون حلقة للتاريخ حلقة نحفظها مع بعض حلقة نركز فيها كويس لو انت لسه ما دخلتش السوق وانت شايف ان البيتكوين وصل للخمسين ألف وكنت قاعد مستنيه تحت عند التلاتين ألف فأقدر أقولك ان فاتتك الفرصة خلاص أقدر أقولك ان فيه كينات كبيرة بتحرك الاتجاهات اللي احنا فيها حاليا ولازم يكون عندك قرار لو حضرتك لسه ما دخلتش السوق وشاف ان البيتكوين عند الخمسين فإحنا عندنا اتنين سيناريو دلوقتي ممكن يحصلوا الاتنين السيناريو دول بكل بساطة هيكونوا إما حاليا واحنا عند الخمسين نقدر نستقرق عليها لو ما قدرناش نستقر على الخمسين فهنصحح التصحيح بتاعنا ممكن يوصل لغاية الاربعة واربعين ألف بعد ما يوصل للاربعة واربعين يبدأ في موجود الصعود الأخيرة اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا زمن وتكلمنا ان ما فيش بير ماركت وتكلمنا معلومات كتير بس يعني معرفش الناس ما بتصدقش وبتخاف وبتبيع بخسارة واحنا قلنا قبل كده ما تبعوش بخسارة لكن يقدر الله وما شاء فعل فهيكون اتجاهنا بعد كده القصر وزي ما احنا حطين توقعاتنا من على التليجرام اللي مش مشترك على التليجرام يتفضل يدخل يشترك ويتابع التوقعات اللي حطناها ان احنا هنقفل الشهر ده على الخمسة وستين ألف في البيتكوين طيب لو انا ما حفظتي عاملة أربعة تلاف يورو أقل من الله ربعة تلاف يورو ما فيش مشكلة خليك على التليجرام زي ما بنتكلم انما لو محفظتك دلوقتي ستة تلاف يورو أو أكتر بشوية وكان عندك امكانية دلوقتي تكون آخر امكانية للالتحاء بالسوق فعلي لان شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر هيكون معانا موجات سعودية ممكن تنهيك وتعديك فرص انت بتقدرش تجيبها تمام فلو انت النهار ده معاك ستة تلاف يورو بنقول تقدر تعمل محفظها وتقدر تخش وتبقى قدرت في اي بي والكلام ده سداني احنا لو كسرنا الخمسة يعني خمسة وخمسين الف تمام ستة وخمسين الف دولار فولا حتى الستة تلاف يورو هينفعه يعني هنقولك لا خلاص بقى خلي بالستة تلاف يورو بتوعك دول عايزين ستة كمان جنبهم ليه لان انت كل فترة بتتأخر كل فترة بيديع منك السوق كل فترة مستني دخول معين ما بيجيش فبيديع منك وعايزين نسبة حاجة انا بس عايز اجيب المانسلي ونبص كده حاجة لاني وقتا ما اتكلمنا وقلنا المانسلي هيفرق معانا بص يا جماعة المانسلي الناس كانت بتحاول تبيع البتكوين عند التسعة وتلاتين الف تمام بتحاول تشتري وما حد شودي يبيع فكان ايه النتيجة العكسية اللي لازم تحصل ان السعر يرتفع وده اللي فعلي حصل يعني انا النهاردة التسعة وتلاتين الف ما تقدرش اشتري بالكوين انتو فاكرين لما كنا هنا بنقول لكم ما تبيعوش بخسارة وكنا في تمانية وعشرين والناس تقول لك لا احنا نازلين بير ماركت نازلين بير ماركت طيب انا عايز اعرف بعد كده هل كان تحليلي معكم سليم وانا دايما بقول لكم بير ماركت مش موجود والناس قاعد اتكلمني والناس بتبيع بخسارة وقلنا ما تبيعوش يا جماعة بخسارة اتجاهنا الحالي دلوقتي اتجاه صعودي تمام فالنهاردة لو عندك استثمار بستة الاف يورو تقدر مسلا تخش في محفظة تأكد ان ممكن بعد اسبوع الستة الاف يورو مش هينفعوا معاك بحاجة لان انت كل فترة بتزود رأس مالك تاني مش عشان تجني ارباح انت بتزود رأس مالك عشان تقدر تحط رجلك في السوق وعايزين نقول ان البيتكوين يا جماعة عملة اتجاه الخاص بيها تصعودي من اول لما نزلت من يعني من اوائل بداياتها بعد كده لغاية اول لما جينا في الموجة الاولى سواء 2011 بعد كده جينا في اي موجة تصحيح او اي موجة حصلت معانا في هبوط او بير ماركت تمام كل الموجات دي كلها مهما كانت كانت موجات البيتكوين اتجاه تصعودي زي ما انتم الشرط كده واضح قدامكم يعني بس الشرط بدء من فين تمام توجه ازاي طلع ازاي تصعودي مفيش اي حاجة فيه كان مثلا من مكان ما بدأ نزل تاني ما حصلش ده تمام فده اول حاجة مهمة بنقولها احنا اتجاهاتنا في البيتكوين هتكون على اختبار الخمسين اتنين وخمسين خمسة وخمسين الف تمام تصحيح اربعة واربعين ودي هتكون فرصة الشرط اللي مع اي محفظة عايز يبدأ فيها عايز يلحق يخش السوق هيلحق من النقطة دي ضروري اللي بالطبع شارع عملات بينتظر معانا عشان خاطر نقدر نزبطها ونصححها بحيث ان انت لو عندك عملات ملهاش قيمة بنغيرها بعملات ليها قيمة عشان تقدر تكسب في الصعود اللي جاي تمام وهيكون اتجاهاتنا بعد كده خلال شهر اكتوبر محاولة قسر القمة اللي هي الالتايم هاي دي اتجاهاتنا في البيتكوين لو هنرجع معانا عملة الايسيريام وناخدها برضو بشكل مبسط تمام احنا حللناها كتير قبل كده فهنقول ان احنا لما نزلنا في عملة الايسيريام ونجيب الشامعة الديلي الاول كده سريعا احنا كنا وصلنا للاربعة تلاف سبعة وعشرين بعد كده حصل الهبوط الكبير جابت لضاية التلات تلاف بعد كده نزلت هبوط تاني جابت لالفين ستمية وده حظه اللي يعرف يشتري من هنا تمام وبدأنا ناخد الاتجاه التصعودي لليسيريام فاحنا وصلين حاليا في رنج التلات تلاف دلوقتي ربعمية تنين واربعين وايضا الاتجاه الخاص بتاعنا التصعودي بنتوقع ان خلال الشهر ده باذن الله هيكون ايضا معانا في الايسيريام كسر الاول تايم هاي اللي احنا حققناه قبل كده هنرجع على شامعة اكبر واللي يكون الويكلي تمام عشان نبص نلاقي هنا ان كان موجود عندنا عند اربعة تلاف تلتمية تنين وسبعين اوكي واحنا بنتكلم هنا ان احنا كنا قدرنا نوصل للاربعة تلاف فيكون عندنا هنا الان الكسر للاول تايم هاي وده المتوقع باذن الله خلال شهر اكتوبر باذن الله طيب اه لو حد بيكلمني بقول انا عندي مجموعة أخليهم زي ما هم ولا بيعهم وخش في عملات تانية لا لا يبقى عندك مجال للتغيير يعني ما ينفعش يبقى عندك هي عملة واحدة بس شريها واقف عليها استحوذ على نص المحفظة بتكوين بس النص التاني خلي منه خلي جزء منه وخلي الباقي برضو للالتكوين لان في عملات ده وقت بتطلع معنا خمسة اكس اللي يام اللي جاية دي دخلة في خمسة اكس صعود وسبعة اكس صعود وتمانية اكس صعود تمام طب ما انا استفيد بيها لان برضو ما اما كان البيتكوين هيعمل صعود بس ان مش هيحقها تمانية اكس فيبقى انا عندي بيتكوين وعندي حاجة بتسند معايا محفظتي عندي استسماء وعندي في نفس الوقت المداربات وعندي الشورت تيرم اللي هو بيديني دفع قوية للمحفظة وتحقيق وجني ارباح كبيرة عشان كده الموضوع ده بيحتاج معانا استشارات بيحتاج معانا تركيز بيحتاج ان احنا ندير المحفظة بالشكل اوقع من ده لو انت محفظتك لازالت بستة تلاف يورو هتقدر تاخد الرقم زي ما قلنا بالدسكريبشن وتتواصل معنا عن طريق خدمة الواتس اب ونقدر ان احنا نفيدك بالانضمام في المحافظ الفي اي بي اما محفظة اقل من اربعة تلاف يورو بازن الله خلال تلات ايام هننزل مضاربة مهمة جدا هنقدر ناخدها مع بعض ولكن بنحقق فيها بروفت عشرة في المية او خمستاشر في المية توقعتنا في المحافظ الفي اي بي بازن الله ان يكون متوسط معانا سنوي في الميتين وتمانين في المية مبدئيا لغاية التلتمية وخمسين في المية ده المتوسط اللي بنكون حطينه بازن الله النهاردة بقول لكم ان السوق هيبدأ ياخد اتجاهات اتجاه شيء من التصحيح او شيء في السعود لو البيتكوين صحح في الاربعة واربعين يبقى الاسيليم كمان هيصحح تقدر تخش عند التلاتة خمسين تلات تلاف خمسين او التلات تلاف تمام ودولا يكون نقطتين تصحيح كويسين جدا بالنسبة لك تقدر تستفيد بصعود العملة لما تاخدك وتطلع للاربع تلاف لو انت ما عندكش الامكانية تشتري بالكوين ركز في الايسيليم ما عندكش في الايسيليم ارجع لحلقة البي ام بي انا مش عارف مين اللي اتزاع الاول تمام بس لو نزلت الحلقة دي قبل البي ام بي فانت هتتبع البي ام بي وتعرف تقدر تكسبها ازاي وعملة قيمة جدا لو ما عندكش امكانية حتى تاخد البي ام بي وامكانياتك ضعيفة ركز في تمام ركز في عملات المنصات ركز في ركز في عملات مهمة تقدر تاخدك وتعمل بيك في موجة الصعود القادمة اللي داخلين فيها بازن الله تعمل لك ارباح وجنية ارباح كبيرة بفضل الله انا بشكركم اتوقع ان كوباية الاهوة بتاعتكم خلصت وفي نفس الوقت انا خلصت الافكار اللي عايز اوصلها لكم محدش يبيع باخسارة تشبسوا لو عايز تبدأ في السوق اتفضل ادخل لو عندك خسائر في محفظتك او عندك خسائر في عملات اتفضل حاول تعمل استشارة معنا نقدر نفيدك تغيير العملات ايه على ان يكون محفظتك بقيمة ست الاف يورو او اكتر لو انت بتفكر ان عندك عملات وخسرانة حاليا اقف زي ما هي فكر بس انك تعمل تغييرات تحت استشارات ايضا مسؤولة بالموضوع ده عشان تقدر في السعود تقدر تكسب كويس باذن الله الاسيريوم بعد كسر الالتايم هاي ودي نقطة مهمة احنا بنتاجي فيه باذن الله للست الاف دولار وده رقم مهم نقدر نحققه قبل باذن الله اخر السنة ان توقعاتنا بتقول ان ممكن نكون اعلى من ست الاف دولار ولكن عايزين نوصل للرقم الاول بعد كده نقول التحديثات واتجاهاتنا رايحين فين بعد كده مش عايزين نقول بس ارقام ويبقى بنقولها وخلاص نوصل باذن الله ونكسر الست الاف دولار ونوصلها وناخدها تبقى مقاومة جيدة معانا تمام ويبقى بالنسبة لنا نختارقها ساعتها نحولها دعم وفي الحالة دي نقدر نتكلم على الاهداف اللي جاية بعد كده تحياتي دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سور عملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته